اعزائي طلبات وطالبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التاريخ للسنوية العامة هنكمل النهاردة احداث الحملة الفرنسية ثم هنخش على جزء من الفصل التاني هنتكلم فيه على مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية الاحوال الاقتصادية بنتكلم على الزراعة والصناعة والتجارة في عهد الحملة الفرنسية الزراعة في ظل الحملة الفرنسية هتنتعش الزراعة ليه لانه الحملة الفرنسية جاية ومعاها علماء للري وعلماء للصرف وهنجسين ري فالناس دي هتقوم بعمل مشروعات للري هيفحصوا مجرى نهر النيل والترع والمصارف بتاعته ثم هيبدأوا يجربوا زراعة النباتات المجلوبة معهم من فرنسا هيجربوا مثلا زراعة البن وخصب السكر وهتنجح جدا زراعة خصب السكر بيجربوا معهم برضو النباتات اللي جايبينها يعني اشجار المشمش والبرقو والكميترة والتفع هذي الاشجار ايضا هتنجح جدا زراعتها في مصر وبالاضافة الى كده بيجربوا زراعة الحاصلات التقليدية الارز والامح والدرع فحتنتعش الزراعة جدا في ظل الحملة الفرنسية الصناعة الحملة الفرنسية بتبدأ تعمل مصانع حديثة جدا مصانع للمنسجات مصانع للدباغة حروف التباعة الساعات هتعمل مصانع حديثة جدا لكن نخبرنا من حاجة ان مينو منع دخول العمال المصريين الى المصانع الفرنسية التي انشأها ليه يقولك حتى لا تتسرب اسرار الصناعة الحديثة الى المصريين يعني رح يجيب عمال من فرنسا لكن يمنع دخول العمال الفرنسيين الى المصانع الفرنسية بالاضافة الى كده اصلح تواحين الهواء واصلح ايضا دار الترسنة البحرية اللي كان عملها مراد بيك في الجيزة التجارة عندي سؤالين هنا اول سؤال اسباب ركود التجارة في عهد الحملة الفرنسية وبالذات في عهد نابليون وكليبر عندي سببين السبب الاولاني حصار الاسطول الانجليزي لسواحل مصر الشمالية ثم وجود الجيش العثماني في سوريا او في بلاد الشام لكن نابليون اول واحد بدأ سياسة التفاهم التجاري مع شريف مكة ثم هتبدأ التجارة تنتعش في عهد ميناء يعني المراكب المحملة بالسلع الفرنسية الشيلان السوفية والمنسوجات القطنية والبن والمنتجات الصناعية هتبدأ المراكب تجوب السويس الى جدة الى غرها من مواني البحر الاحمر وكان في نية مينو ان يفتح اسواق جديدة في السودان في دارفور وفي سنار وايضا في شمال افريقيا ده بالنسبة للتجار بالنسبة للصحة بنقول انه الحملة الفرنسية عملت مصنع عملت مستشفى عسكري وعملت ايضا محاجر صحية محاجر يعني زي مستشفيات صغيرة المحاجر دي اتعملت فيه رشيد ودميات والاسكندرية والقاهرة اخر حاجة في الحملة الفرنسية وهي مهمة جدا اللي هو الاثار العلمية والقضاء نبدأ بالقضاء الاول القضاء نابليون بعد عودته من عكا احدث تغييرا في القضاء المصري ازاي انه جعل العلماء المصريين علماء الازهر يتولون مناصب القضاء بالانتخاب بدلا من القضاء الاطراق الحاجة التانية اللي عملها نابليون انه حدد رسوم التقاضي بواقع 2% من قيمة المتنازع عليه وكانت متروكة للأهواء أبليكا الحاجة التانية في مجال القضاء مينو مينو عمل ايه في مجال القضاء اولا رفض مبدأ الدية الدية اللي هو اخذ سمن دم القتيل وجعل هذا الامر من اختصاص القضاء ثم انشأ محاكم لكل طائفة موجودة في مصر انشأ لها محكمة خاصة اما النتائج او الاثار العلمية للحملة الفرنسية فبنقول انه نابليون انشأ المجمع العلمي احنا زي ما قلنا نابليون جاي معامية 46 واحد من خيرة العلماء الفرنسيين وانه نقسم هذا المجمع الى اربع اقسام في كل قسم حط فيه اتناشر من العلماء ايه اهداف المجمع العلمي؟ اول حاجة العمل على نشر المعارف والعلوم الحديثة في مصر دراسة المسائل الطبيعية والتاريخية والصناعية ونشرها ثم ربط العلم والسياسة او نقوله ابداء الرأي العلمي للحكومة ايه انجازات المجمع العلمي اللي انشأه نابليون؟ بنقول اول حاجة نابليون جاي ومع مطبعتين مطبعة عربية ومطبعة فرنسية بهذه المطابع بدأ ينشئ مجموعة من الصحف منها صحيفة اقتصادية وصحيفة سياسية علمية مينو ايضا عمل جريدة هذه الجريدة كان هدفها نشر الاوامر والقرارات الحكومية بالاضافة الى يعني تنبيه اصحاب او تنبيه المصريين لعدم الاستماع لاصحاب الميول المعادية للفرنسيين المجمع العلمي والحملة الفرنسية بصفة عامة كانت نافذة اطل منها المصريون على ما في اوروبا من تقدم في المعارف والعلوم طب يسألني وده سؤال مهم جدا السؤال بيقول ايه كانت الحملة الفرنسية صدمة حضارية وثقافية للمصريين ازاي الكلام ده نقول من خلال الدواوين اللي انشأها نابليون اتغير الفكر السياسي لدى المصريين فبدل من الحكم المطلع المستبد بدأت تظهر فكرة المشاركة في الحكم حدث ايضا تغيير في العادات والتقاليد المصريين شافوا عادات وتقاليد جديدة عادات اجتماعية من هنا بدأ المتعلمين المصريين بيحاكوا اسلوب الفرنسيين في هذه العادات والتقاليد الجديدة ايه الاعمال الكبرى التي قام بها علماء الحملة الفرنسية اول حاجة دراسة مشروع توصيل البحرين الاحمر والمتوسط وطبعا لم يتم هذا المشروع بسبب خطأ في ارتفاع منسوب البحرين الاحمر والمتوسط الحاجة التانية انهم عملوا كتاب وصف مصر علماء الحملة عملوا هذا الكتاب وده بيعتبر اول موسوعة حديثة عن تاريخ وحياة المصريين ثم العالم الفرنسي شامبليون نجح في فك رموز الكتابة المصرية القديمة وادركنا ان احنا عندنا حضارة فرعونية عظيمة جدا ففتح المجال لدراسات حول المصريات وعرفنا عزمة الحضارة المصرية القديمة انتهى الفصل الاول وحنبدأ في الفصل الثاني فصل الثاني من اطول فصول المنهج وبرضو خد بالك عليه درجات كتيرة ورغم انه طويل لكن سهل جدا بيتكلم على بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي احنا قلنا ان الحملة الفرنسية خرجت من مصر سنة 1801 لما خرجت الحملة الفرنسية من مصر بدأ يتنازع حكم مصر عدة قوة ايه القوة اللي بدأت تتنازع الحكم في مصر اولا الاتراك العثمانيين ثانيا الانجليز ثالثا الممالي نبدأ بالقوة الاولى دولة العثمانية ايه صاحبة السيادة على مصر فاراد السلطان العثماني ان يسترد سلطته ونفوزه في مصر وعشان يسترد سلطته ونفوزه في مصر كان لازم يتخلص من اعداءه اللي هم من المماليك القوة التانية اللي هم الانجليز الانجليز خد بالك ان الحملة الفرنسية لفتت انظرهم الى خطورة موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي بمعنى ان اللي يتحكم في مصر يقدر يتحكم في الطريق التجاري المؤدي الى الهند اهم المستعمرات البريطانية ولذلك الحملة الانجليزية اللي جات مصر سنة 1801 وطردت الفرنسيين الحملة دي استمرت موجودة في مصر حتى سنة 1803 وانجلترا بدأت تسيطر على بعض سواحل البحر الاحمر والبحر المتوسط واجزاء من وادي النيل القوة التالتة اللي هي قوة المماليك المماليك كان وضعهم ضعيف جدا بعد جلاء الحملة الفرنسية فبدأوا يفكروا في الاستعانة بالانجليز لمساعدتهم في الوصول الى حكم مصر الانجليز ايضا فكروا في استغلال المماليك لنفس الهدف وسبوهم يعيشوا في هذا الوهم اللي هو وهم انه حيوصلوا لحكم مصر عن طريق مساعدة الانجليز طيب العلاقة بين المماليك والانجليز بعد جلاء الحملة الفرنسية العلاقة هنا فيها تناقض بمعنى انه حيحصل تقارب ما بين الانجليز والمماليك ليه حصل تقارب؟ لانه انجلترا تدخلت لدى السلطان العثماني لمنع قتل زعماء المماليك فحدث بينهم تحالف او حدث بينهم صداقة ولكن لم يمر وقت طويل حتى تخلت انجلترا عن المماليك ليه انجلترا تخلت عن المماليك؟ وطلبت منهم انهم يتصلحوا مع السلطان العثماني لانه فرنسا استردت علاقتها الطيبة مع السلطان العثماني فخشيت انجلترا انه تأيتها للمماليك يأثر على علاقتها بالسلطان العثماني هيعقد في اوروبا سنة 1802 صلح اميان صلح اميان يعني الدول الاوروبية كانت مصرة على جلاء انجلترا عن مصر وفعلا حيتم جلاء الانجليز عن مصر سنة 1803 تنفيذا لصلح اميان اللي بيحصل بعد كده السلطان العثماني بيعين محمد خسرو اول والي على مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية بتشتد المنازعات في هذه الفترة اللي بنسميها فترة الفراغ السياسي فترة الفراغ السياسي بتبدأ من سنة 1801 وتستمر حتى سنة 1805 الفترة دي بتشهد منازعات بين الفراغ السياسية في مصر السبب الرئيسي لهذه المنازعات هو عجز الولاء عن تدبير مرتبات الجنود الجنود ما بياخدوش مرتبتهم وبالتالي بتحصل فوضى في البلاد وبيتعرض الولاء للسجن والقتل والاعتقال وبعضهم بيهرب من السجن يعني حالة مستمرة من الفوضى سببها الرئيسي هو عجز الولاء عن تدبير مرتبات الجنود طب بيحصل ايه بعد كده بنقول يعني هو جزء شاله من الكتاب لكن مهم ان احنا نبع فيه انه سنة 1803 بتحصل ازمة نقص مياه الفيادات مية النيل بتقل جدا نتيجة لهذا بيحصل تدهور اقتصادي حالة اقتصادية سيئة جدا نتيجة انه مفيش زراعة زراعة قلت جدا الاسعار بترتفع فبيجي المماليك اللي كانوا بيحكموا مصر في هذه الفترة بيفرضوا درايب على المصريين الخارجين من ازمة اقتصادية طاحنة النتيجة انه الشعب المصري سنة 1804 بيعمل ثورة عنيفة جدا عرفت باسمه ثورة سنة 1804 الثورة دي هي اللي رفعت اسهم محمد علي مين محمد علي يا جماعة؟ محمد علي هو نقول عليه مؤسس مصر الحديثة والراجل دا جاي مصري سنة 1801 ويعني كان بيتميز بي كان قائد عسكري واشتغل لفترة طويلة بالتجارة وكان عنده حنكة سياسية فبدأ يستغل ثورة الشعب سنة 1804 وارتفعت شعبيته جدا ليه؟ لانه انحاز الى المصريين في هذه الثورة طيب نقول ثورة سنة 1804 ايه علاقة محمد علي بهذه الثورة؟ محمد علي كان عنده فرقة عسكرية تعرف بفرقة الألبان وكان عنده فرقة تانية بيقودها اسمها فرقة الأرنقود فمحمد علي لما آمت الثورة سنة 1804 خشى ان تصيب الثورة جنوده يعني ايه؟ جنوده هيقول له عايزين مرتبات وعايزين وعايزين فبدأ ينحاز للشعب السائر ونزل للعلماء وتعهد انه هيبزل قصارى جهده من اجل رفع الضرائب اللي تفردت عليه ده مش كده وبس اوسع جنوده انهم يحترموا الشعب وبالتالي بلأت الناس تنظر لمحمد علي انه رجل عادل ويحب الحق ويكره الظلم استغل محمد علي موجة الغضب اللي كان الشعب كله يعني موجة عنيفة جداً ضد المماليك الناس كره المماليك جداً من ساعة ما فرضوا عليهم هذه الدرائب الشديدة النتيجة انه محمد علي هاجم مراكز المماليك في القاهرة فهرب المماليك الى الصعي هنا بيحصل فراغ سياسي يعني ايه فراغ سياسي هنا هو خلو منصب الوالي ما فيش والي بيحكم دلوقت فاقترح محمد علي ان يتولى الحكم خسرو باشا خسرو باشا ساعتها كان في السجنة كان مسجون فاقترح اطلاق صراحه وانه يتولى منصب الحكم لكن اعترض الجنود الارنقود على اعادة تعيين خسرو باشا والياً على مصر طيب محمد علي عمل ايه اقترح عليهم تعيين خرشة باشا وكان ساعتها بيشتغل محافظ الاسكندرية باعتباره رجل عثماني ده رفع منزلة محمد علي جداً عند المصريين ليه لانه ظهر امام المصريين وامام الناس كلها انه غير طامع في منصب الحكم حيث اولى خرشة باشا الحكمة بناء على توصية محمد علي يا ترى ايه العلاقة بين خرشة باشا ومحمد علي خرشة باشا ما كانش مطمن ابداً لمحمد علي وعاود يتخلص منه باي شكل فاول حاجة طلبها منه ان يتوجه الى الصعيد لمحاربة المماليه طبعاً رفض محمد علي الحاجة التانية طلب من السلطان العثماني انه بعت له فرقة تساعده ضد محمد علي وتحافظ على سلطة الدولة العثمانية فالسلطان ارسله فرقة اسمها فرقة الدلاء او المتهورين هذه الفرقة كانت كرسة ليه؟ لانها بدأت تعيز في البلاد فساداً ونهباً وقتلاً في المصريين وده يمكن اللي كره الناس في خرش الباشر ايه تاني استصدر فرمان من السلطان العثماني بسحب فرق محمد علي اللي هم الألبان والأرنقود من مصر لكن برضو بيرفض محمد علي بتأييد العلماء اخر حاجة انه استصدر فرمان من السلطان العثماني بنقل محمد علي الى ولاية جدة ورفض محمد علي ايضاً بتأييد العلماء هنا بقى بنوصل لثورة الشعب سنة 1805 مايو 1805 اللي بنعتبرها من اهم السورات اللي قامت في تاريخ مصر الحديث ايه اسباب السورة؟ اول حاجة الفزائع اللي ارتكبتها فرقة الدلاء او المتهورين دول ضد الشعب المصري تم قلنا سلب وخطف ونهب واعتداء على الناس الحاجة التانية ان خرشد بدأ بيفرض ضرائب باهزة على المصريين هنا بتجتمع الزعامة الشعبية والرؤساء الطوائف وممثلين المصريين وبيخدوا قرارهم التاريخي بعزل خرشد باشا وتعيين محمد علي والياً على مصر لأول مرة في تاريخ مصر الحديث ان الشعب بيختار الحاكم بتاعه طيب ايه القيمة التاريخية لهذا الحدث؟ حدث لهو عزل خرشد وتعيين محمد علي بارادة الشعب اولا انه هذا العزل والاختيار تم لأول مرة بارادة الشعب ما حصلتش قبل كده الحاجة التانية انه وضعوا شروط للولاية الشروط دي اهمها ان يحكم بالعدل وانه لا يصدر امرا الا بموافقة الشعب وده بيعتبر اول سك اجتماعي في تاريخ مصر والوطن العربي يعني ايه سك اجتماعي؟ يعني وثيقة اجتماعية يعني بنفرد شروط على الحاكم طبعا لم يستسلم قرشد لارادة المصريين ودخل في حرب مع الشعب واللي تزعم الناس كان السيد عمر مكرم نقيب الاشراف واحد زعماء او وكلاء الامة ويستمر الصراع بين الطرفين المصريين وخرشد باشا لحد ما بيصل الفرمان العثماني بعزل خرشد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر حيث راضية الاعيان والرعية الاعيان اللي هم العلماء والزعماء والرعية بيقصد بهم الشعب بكده اصبح محمد علي واليا على مصر كما قلنا باول مرة بارادة المصريين اعزائي الطلباء والطالبات درسنا النهاردة كيفية وصول محمد علي الى الحكمة نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله وشكرا